موسيقى 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 في كم واحد فينا جيمر بيلعب بيستيشن إكس بوكس أيوا بقى طب يا جماعي، مستقبل لنا يعني أو إيه؟ هيلعب موسيقى ممكن يكون شاب لطيف قاعد بيلعب بلاي ستيشن في البيت وامراته عمالة بتحكيله على صاحبتها اللي من نفسنا منها وهو قاعد مركز جدا على الجيم الشاب اللي هو مش بيركز في أي حاجة في حياته ولا بيركز في محاضرة ولا بيركز في توك بيسمعها ولا بيركز مع أحد قاعد مركز ومبصور تماما عن العالم علشان فيديو جيم متصمم صحة وهي عمالة بتحكيله على صاحبتها ونفسنا منها والواطية أوه الواطية ومن أصلا بسامع أي حاجة الفكرة كلها ان الفيديو جيم متصمم التصميم بتاعها فيها عناصر محددة بتخلي الناس مزهولة عن العلم ومركزة 100% مع الشيء احنا جاينا نتكلم على العناصر دي علشان احنا ممكن نستخدمها في مجال تاني غير الجيم متصمم وهنا ممكن نعرف يعني ايه جيميفيكيشن الجيميفيكيشن هو استخدام العناصر اللي بتخلي الناس مركزة مع الفيديو جيمز وبتركع لها كل شوية نستخدم العناصر دي في حاجة تانية في حياتنا شيء مفيد شيء مهم اضرب مسائل سريع فوندو الماريوت عمل جيم اسمه My Mariet Hotel وده اي حد فيها عاوز يشتغل جوه الماريوت بيلعب الجيم ده ولما بينجح في السيميليشن ده بيتعاين جوه الماريوت فهو جيم الهدف منه مش التسليل مش الانترتيمنت هو جيم هدفه بزنس بحث وهو ان انا اعاين حد موهوب جوه الفوندو بتاعي ده اسمه Gamification وطبعا زي اي حاجة في الدنيا Gamification والجيم ليها موايزات وليها عيوب لكن تعالوا نركز على الحاجة اللي هدفتنا في التورج متعيتنا النهاردة فيه قصة حيائية حصلت في امريكا في كولورادو البطل بتاعها طفل عنده عشر سنين اسمه Griffin Sanders الطفل ده كان نركب مع جدته بنقضيها الصحة كان عندها 74 سنة بسؤول عربية وكان معاين في العربية اخوه تاني عنده اربع سنين فالله حصل ان هي فقدت الوعي وغريفن في ثانية مد اي ده ولحق العربية وقابها على جبل الطريق بتحريك الدريكسيون ولما البوليس كان عندهم البوليس بيجي ف... يسألوا انت اي معلمت عمدت زي الحركة دي قالهم انت علمتها في ماريو كورت لعبة ماريو كورت ده اللي عنده غريفن ده اسمه الفلود انتاليجنس ده هو انه تعمل مع الموضوع على انه سيميليشن شاهدوا في ماريو كورت مكانش فيه اي بانيك مكانش فيه اي فزع هو كان بالنسبة لغريفن ف... لو نستخدمته في حياتنا بشكل يوم يمكن احل دي مشاكل بتواجه البشر طيب فيه كمحد فينا دلوقتي حالا عنده غيم على التلفون بتاعه ايوه بقى طيب يعني احنا جيميرز اريدي احنا عندنا The identity of the gamer تعالوا نشوف ازاي الجيمز بتشدنا قوي كده الموضوع في بحثة بتحصل فيها علينا وعلينا بيتكلم مع جسمنا بسيجنلز اسمها Neuro Transmitters The Chemicals الكيميكلز دي فهمها كويس قوي الجيم ديزاينرز وابداعوا ان هم يستخدموها جوه تصميم الجيمز بتاعته اول حاجة لما انا بلعب جيم ويحصل عندي بروجرس يحصل تقدم اللي بينزل حاجة اسمها Dopamine وده Happiness Hormone ده نفس الهرمون على فكرة اللي بيطلع لما حد بياكن شوكولاتة في حد هنا معنا اي حد شوكولاتكس ليدس طبعا من راتي بتحب شوكولاتة جدا كل شوية شوكولاتة دوبامين شوكولاتة دوبامين فده بيخليني addicted للعبة طب لو انا جامد في اللعبة ووصلت المستوى عالي بقلي مكان في الصدارة والليدربوردز هيطلع هنمون تاني اسمه السيروتونين ده بيخليني حاسس بالفخر وعن فكرة السيروتونين هو اللي بيخليني عندي مود stability فانا بقى عندي ادكشن للجيم عشان السيروتونين نجور عيدة السيروتونين مش كده بس الجيمز بيكون فيها قصة narrative ولو القصة دي خلصة حلوة بيطلع جواي هرمون اسمه الأوكسيتوسن القادلينج هرمون الموضوع كبير لما يطلع أكسيتوسن بسدق اللعبة أكتر والتركيز اللي فيها بيعلى أكتر وطبعا ده بيخدم مصلحة الشركة اللي عاملة الجيم في الأساس كده ايه كمان اوكسيتوسن مش كده بس إذا بيخلي حد يلعب الجيم ساعة واثنين وثلاثة وبشتغل اوبرنايت اني بيطلع عنده حاجة تانية اسمها اندورفنز لو حد فينا اثليت رونر عارف كويس قوي يعني ايه اندورفن هو ده الكيميكال اللي بيخليني أكمل my second wind أكمل مرة كمان أكمل جيم كمان ساعة كمان كمان episode من game of thrones اندورفنز فاتخيلوا كل ده اندورفنز اوكسيتوسن سيروتون اندوبامين طب بالتالي عالبة ادكتف للجيم ده ما عاوز يلعب أكتر علشان الكور عادي طيب ترام الموضوع بالقوة دي انا ممكن استغل الادكشن ده في حاجة مفيدة ودي حاجة فهموها الجيميفايرز اللي بيشتغلوا في شركات كبيرة دلوقتي هذا هو مثال لجيميفكيشن اكزامبلز حد فاهم الكلام ده واستخدمه في الخير مش بس في الانترتيمت في بحث على فيروس اليدس على حاجة محددة اسمها الام بي ام في فيروس البحث ده اخذ خمسطاشر سنة ومخلصش خلي الرقم ده يسنك ان شوية جامعة واشنطن لما الموضوع ممشيش معها كويس عملت ايه؟ عملت الانلاين جيم ده اسمه وهو بيوحاكي اللي هم بيعملوه في البحث بتاعه فاللي حصل ان المراضي اللي شغال على الحاجة اللي بتوحاكي البحث اللي شغال جيمرز مش ريسورشرز ناس عندهم ايه؟ فلوود انتليجنس والجيم ده شد انتباه ماتين وربعين الف جيمر واللي حصل ان هم حلوا المشكلة دي اللي خلق كام خمسطاشر سنة في عشر تيام The power of gamification مش كده بس الجيش الامريكي حاجة جد جدا عنده اسمها اسمها اماريكاز اارمي لعبة جيم بقدر ان انا اختار بيها موهبين ودربهم وعمل له اماريك الهوتمت الجد ده هم جيش اللي بعده في شركة اسمها او باور وهي شركة صوفت وير في امريكا بتتحد مع الحاجات الخدمية زي الكهرباء الغاز الحاجات دي وبيعملوا زي المسابقات في النابرهوت ما بين السكان الساكن اللي بيوفر كهرباء بيوفر كهرباء ده بياخد points الpoints تتحول الى حاجة عملة رقمية والآبليكيشن اللي عام لها او باور بتعرف السكان كلهم كل واحد مستوافين بالزبط زي الجيمز بالزبط ولما اكتر ساكن بيوفر اكتر كمية من الكهرباء بيتحول الموضوع ده في الاخر الى فلوس بيروح والمارت بيروح تارجيت يشتري لهو عاوزه فده مثال والمثال ده بالارقام وفر وده بيوازي مية وعشرين مليون دولار امريكاني مش كده بس مسهل كمال في ادارة في انجلترا اسمها DWP Department of Work and Pensions المعشات الادارة دي معروفة عنها البلوكراطية وشغال فيها حوالي مية الف موظف والدنيا عندهم في رجون تاب فاللي هم عملوا انهم عملوا بيرتشول بورصة بورصة بيرتشول بطرح فيها افكار والافكار دي نشتري ونبيع اسهم في الافكار دي فالفكرة عجبت الموظفين وطرحهم في اول تسعين يوم 1500 فكرة من الموظفين شغلين ذاك الافكار دي وفرت عليهم الادارة دي تسعين مليون جنيه استرليل ارقام جيميفيكيشن دي نتائج الجيميفيكيشن مش كده بس في شركة اسمها فري رايزت شركة على انترنت لها سبونسرز طبرا رعاته ومعاوناته وكده ولما الجيم بيتلعب الجيميرز مش بيكسبوا بوينس بيكسبوا حبات رز بيشتروها لسبونسرز فاللي حصل ان الاجماع على الجيم ده الناس جمعت في الاخر ما يوازي 93 مليار حبات رز وده بيكفي ان هو يأكل 10 مليون بنيادة بسبب جيم شد انتباه الناس بيلكاهوا كله شوية يلعبوا نفس الجيم على الويب سايت مش كده بس في شركة اسمها جين جي اي اي ان الشركة بتحفر أماكن المحتاجة فأي حد بيقدم معونا زي الجيمز بتجيله في الحال على التليفون بتاعه والجي بي اس لوكيشن بتاع البير اللي هو بيحفره وفي بروغرس بار من من زيله لغاية 100 او لما البير يوصل 100% يبدأ يجيله صور من الناس وهي بتشرب من البير ده جيمي فايد مع انت حاجة بتشجع الناس مش كده بس شركة زابوس بتبيع أحزية الشركة دي كتعايزة تعرف الموظفين على وعد فمتبعت صور الموظفين على اساس ان هي جيم وانا بحاول اعرف اسم الموظف ده اللي هو زميني من الصورة بكسب عليها points بتحول لفلوس نفس الباترن بالزبط فلحصل الناس لعبت وكسبت وانبسطت بس ايه اللي حصل عرفنا سلوكيات بعض عرفنا اسماء بعض عرفنا عن بعض حاجة وده حاجة بتفيد في الاخر البزنس نمثلة كتيرة اوى ملهاش حاصر كلما الجيمي فكيشن ما بيزيد اكتر كلما الناس بتكون انجاج اكتر لوحد يسمع عن خان اكاديمي هي ايمة على الجيمي فكيشن ان انا بخش الامتحان بتعلم حاجة بنجح في الحال بعرف النتيجة بتاعتي دلوقتي مش في اخر الترم ولا في اخر السنة في شركة اسمها سيريوسيتي الشركة دي بتقدي الموظفين فشان كان عندوهم مشكلة ان الموظفين بيتكلموا بعض بالاميليات ولا فيه face to face ولا فيه مكلمات تريفون فيه overuse الاميل فبدوا يستخدموا الكورنسي دي ان انا لما ببعت ايميل ده بيتاخد من الكريدت بتاعي فبالتالي اللي حصل الموظفين فنكروا الف مرة قبل ما يبعتوا اي ايميل حاجة ساعدت المشكلة بتاعتهم عن طريق في شركة هنا في مصر اسمها لينك داف اعرف ناس شغالة فيها اصحابي بيخلوا الموظف لما يعمل اي حاجة بيجمع points البوينز دي مسمينها ايه على لينك مسمينها لينكوشات ده جمع ايه ايوه لينكوش ترى عمال بجمع لينكوشات وعمال بشتغل والناس مبتروحش يعني what's funny about the experience الناس قعدة مبسوطة فاتسوين when situation لينك داف مبسوطة والناس مبسوطة وفي الاخر it's a triple win فدي جيميفايد experience بتحصل جوه البزنس الهدف منها مش اللعب الهدف منها هو ان احنا نشتغل اكتر والبي برودكت هو الفلوس البي برودكت هي الارقام عمالات تتحسن جوه البالانس شيت جيميفايد experience طيب ازاي ان انا ممكن اطبق الجيميفيكيشن ده في حياتي خطوات عملية نعمل ايه بالزبط والكلام ده مهم لان جيل الميلينيالز اللي هو موليد التمانينات بطالع الجيل ده اتربع على الجيمز الجيل ده لعب الاتاري والسجا ساترن والنينتندو والبلاي ستيشن كلها والإكس بوكس فالجيم ده مفهوم من نسبة لهم جدا والجيل ده بدأ يمسك مناصب دلوقتي في الشركات بقى صاحب قرار بقى صانع قرار فلو في حاجة ليه علاقة بالجيمز بتشدلها نستالجيا بترجعوا لذكرياتي الطفولة اعمل ايه بالزبط عشان اطبق الجيميفيكيشن ستيب نمبر احد احدد السلوكيات اللي انا عاوز البلايرز يعملوها انا عاوزوا يكرر ايه بالزبط بتحديد السلوكيات تاني حاجة اعمل تسعيره اعمل لكل سلوك بوينت معينة السلوك ده بميت بوينت السلوك ده بنتين وهكذا زي ما انا عاوز انه السلوك يتكرر ياخد سكور اعلى وبعد كده ابدأ اعمل اعرف البلايرز كل سكور قدام بيهيفير كان بالزبط يبقوا عارفين اعمل وبعد كده ابدأ امونتر بالشغل بتاعه لازم اكون قريب بالنوم ليه؟ علشان لما حد يعمل حاجة يعرف في الحال نتيجة الاكشن بتاعه يشوف النتيجة دي في سكورينج سيستم بتاعي ودي قوة الجيمز ان انا عارف بالزبط انا معايا كان بوينت دلوقتي حالي وبعد ما يلعبوا ويشتغلوا ويجمعوا بوينتز ساعتها لازم يكون في الاخر إحنا نشتغل نحب نحنب الهدية لكن الهدية لها علاقة بالناس حاجة مهمة بالنسبة لهم يعني مليف ق Pattajki حاجة مهمة بالنسبة ل الناس دي لازم مأتكونس أعرف بالانطبط الذين من عندัي الإجابات م lasting يطبق هذه الخطوات ممكن أن أبو ام يعملو هذا الأ anxious ازاي؟ هتكلم مع أولادي، احترم عقلهم، اقول لهم اللي هيعمل سريره خمسين بوينت، اللي هيكل الأكل الفوينية ميد بوينت، اللي هيعدل المكتب بتاعه ألفين بوينت، اللي هيكل سبانخ عشرة تلاف بوينت، اشانا بكرر السبانخ والأولاد يجبوا شايفين على الحيطة، كل حاجة certain كل حاجة clear اللي أنا بعمله ده، ايه هي الـ reward بتاعته، ايه هي الـ points بتاعته فأنا عندي feedback loop شغال dopamine، 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 dopamine challenge achievement، challenge achievement addiction، انهم يكونوا أحسن فبالتالي، لما كل واحد عرف هو بيعمل هيب الزبط، هو بدأ يبقى أحسن، فأنا as a parent بقيتنا بسوط، و the byproduct هو the better behavior ده استخدام، ممكن استعداد من gamification في جامعة عين شمس في الـ education في المدرسة، ازاي؟ دكتور فاهم القصة دي، اتفق معنا على ان فيه، احنا فرق جوه الدفعة وما بدنا competition طبعا، طبعا ما فيه فرق يبقى فيه competition ويبدأ انه هو يوزع علينا behaviors معينة، هو عاوزنا نعملها نعمل assignment، حاجة فوقتها، نقرأ حاجة، سلمشل لحاجة، كل حاجة عليها point واحنا عارفين الـ progress بتاعنا عن طريق application معنا كلنا حتى لو كانت whatsapp group، مش تازم حاجة يعني super fancy وكل واحد عارف بالزبط، احنا كفرق جوه الجامعة معنا كم point وفي الاخر خالص، فيه جايزة، ممكن يكون تكرين من الدكتور ده، او ان هو يزبط ان الناس اللي كسبت تروح تقابل عميل الجامعة اي حاجة مهمة بالنسبة للناس، اسأل الناس what's important for you journey كاملة engagement and motivation من اكبر المشاكل اللي بشوفها جوه الـ corporate semester وده شغلي for 12 years الناس ما عندهاش motivation they are not motivated كل واحد بيروح يسحب رجليه عشان يروح الشغل فلو انا قدرت اعمل الكلام ده، فانا بشد الديل اللي هو اصلاً gamers اللي عتليفوه متاعه دلوقتي games بيلعب بيها و it is engaging من نسباله حاجة اخيرة احب بغفل بيها الـ talk وهي ان انا ممكن اتعامل مع الحياة على ان هي game زمان لما كنت بالعب game و انا صبير و لما كنت بخسر كنت sour loser ارمي الجويستيك و ام زائق اخويا و ام عابل مش عارف ايه very sour loser لسه لسه not mature enough والغاية دلوقتي لسه بلعب strategy games starcraft و خلافه لما بخسر في game خلاص بدي احجمها just a game i lost فاللي فينا بيخسر game في حياتهم اذا كان خسر interview او خسر شركة فتحها و ما نكحجش او خسر علاقة و شافت الموضوع ان هو مجرد game هيحصل detachment مش هيكون متصل بالشيه ده لشان هو مجرد game games بتعلمنا اي حد فينا بيلعب game خصوصا fighting games كلها intervals صبيرة في اخر fighting game بيكتبلك you lost و قدامها two choices اول choice try again تاني choice give up و انا كن دايما بختار try again و اللي متعود على try again و اللي متعود على try again في الاخر هيكسب thank you